اشتركوا في القناة وعطت نهاية الأسبوع القادمة هل انتهى فصل الشتاء أو هل بالأحرى توقف هطول الأمطار أو هل هناك هطول الأمطار في الفترة أو المستقبل القريب نستارض معكم من خلال هذه التوقعات الجوية ما سيجري في المملكة وتحديدا العاصمة عمان خلال الأيام القادمة هناك ارتفاع ملموس إضافي في درجة الحارة يوم غد الثلاثاء تتجاوز معدلاتها العامة بشكل لافت أجواء ربعية دافئة مع ساعات النهار أقل برودة مع ساعات الليل هناك ارتفاع آخر يوم الأربعاء لكن هذا الارتفاع هو في مقدمة منخفض جوي خماسيني يوصف بالعميق المنخفضات الجوي الخماسيني تتشكل عادة فوق الصحراء في دول المغرب العربي تتحرك مسرعة نحو الشرق نحو صحراء ليبيا ومصر ولاحقا بلاد الشام ففي مقدمة هذه الأحوال الجوية الخماسينية تسود أجواء دافئة ارتفاعات ملموسة متتالية على الحارة لكن أثناء عبور المنخفض الجوي الخماسيني هناك إثارة للغبار والأتربة بفعل تدفق الغبار سواء من مناطق صحراء ليبيا ومصر أو عن طريق إثارة الغبار بفعل نشاط الرياح في المملكة خلال أو بعيدة مرور هذا المنخفض الجوي الخماسيني هناك نشوء متوقع لأحوال جوية غير مستقرة ربما تتسم بالقوة نتيجة انخفاض الضغط السطحي في هذا المنخفض الجوي الخماسيني إلى حدود ألف ميلي بار أو أقل هناك تدفق في كميات الرطوبة في طبقات الجو المتوسطة والعالية ونشوء لأحوال جوية غير مستقرة ربما تكون مرفقة بهطول رعد واسع للأمطار في العديد من المدن الأردنية بما فيها العاصمة عمام بعيدة مرور هذه الأحوال الجوية غير المستقرة هناك انخفاض ملموس وكبير ولافت في درجات الحارة لتعود وتصبح دون معدلاتها المعتادة نسبة لهذا الوقت من العام وبالتالي عودة لارتداء الملابس الشتوية وأجواء أكثر برودة من المعتاد نستعرض معكم الآن الصورة التوضحية التالية تتوضح فرص هطول الأمطار والعواصف الرعدية باتزامن مع الأحوال الجوية غير المستقرة ليلة الأربعالة الخميس إضافة إلى يوم الخميس نلاحظ من هذه الصورة هناك هطول رادي واسع للأمطار بدءا من المناطق الجنوبية تنتشر هذه الأمطار أو فرص هذه الأمطار إلى مناطق واسعة من بلاد الشام وصولا نحو تركيا كما هو موضح في خلال هذه الصورة هناك بؤر أو تجمعات لزخات أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق كذلك الحال المناطق الأخرى ستشهد أمطار أو زخات أمطار رعدية متفاوزة أشدة أما من خلال هذه النظام نسترد معكم آخر مفرزات الأنظمة الجوية لدينا هنا في طقس العرب هناك نشوء متوقع لعواصف رملية أو إثارة كبيرة بالغبار مع تدنن لافت في مدارة رؤية وفقية ناتج عن عمق هذا المنخفض الجوية الخماسيني السطحي إضافة إلى نشاط الرياح السطحية هناك نلاحظ أكثر نشوء للغبار في المملكة وسارة المنطقة هو مع ساعات مساء وليل الأربع على الخميس إضافة إلى نهار يوم الخميس كل هذا حتى اللحظة تابعونا في الأيام القادمة لنسترد معكم المزيد من التنبؤات حول هذه الحالة الجوية المنتظرة دمتم برعاية أل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر